السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بألف خير عزوما حلوة ومرتبة بعمليها عندك في البيت بكل سهولة ولا تودي على المطابخ ولا على المطاعم فخدة الحبشة المحشية انا عملتها قبل هيك بس ما كانتش محشية المرة هاده كيف تحشيها بطريقة احترافية ولزيزة ودايبة دوب وبتشهي كمان والريحة روعة وراح تبسط أسرتك وراح تبسط ضيوفك عندي فخدة الحبش هان مش الكبيرة انتاية هي صغيرة كيلو ومتين اجرام وهانا جاي بقى انا تنتين عشان صغيرة الوحدة مشققة ومنظفة بالخل كويس والمية تقريبا اعطها بالمية والخل ساعة ومجففة وبعدين عنا معلقتين رب البندورة فنجان صغير لبن زبادي ببركة توم بودرة بصل بودرة هيل فلفل أصمر ومليح سماء معلقة 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 من كل واحد وبصل وشرايح وتوم ادروس ومسترداء ودبس الرمان وشوية خل وشوية زيت نباتي أول حاجة شقحت الفخدات كده شقوق بالسكين من الوجه ومن الخلف بعد هيكد جبت حطيت التوابل مع معلقة المسترداء مع اللبن مع البصل الشرايح ونصف كمية التوم يعني 3-4 دروس توم والبهرات ومعلقتين زيت نباتي ومعلقتين الخل وفي الكبة طحنتهم كويس تمام؟ يعني كل التوابل مع بعض حطيتهم إيش عندك توابل للمشاوي حطي جبت دروس التوم لصحاح تقريبا 5 أو 6 دروس قطعتهم شرايح وحطتهم بين الشقوق هادي من نوع الوجه ومن الظهر هذا من قبل بليلة أو أقل شي قبل ب6 ساعات جبت الخلطة التتبيلة البابركة الحلوة بتعطي لون حلو كمان رب البندورة بيعطي لون حلو بصير أعمل مثل المساج بين الجلد كويس بدخل التتبيلة وبالوجه وعلى الظهر تمام؟ بتأكد إنها التتبيلة غلفت وحط كمان زعتر ورق بحب أنا الزعتر الورق أحط منه على التتبيلة وحطها في التلاجة ليلة كاملة آخر حاجة هنرشت الزعتر الورق تاني يوم الصباح جبت كباية برغل منقوع برغل خشن منقوع قلبتها مع معلقة زيت على النار وحطت فلفل أصمار إبهار إرفاء وملح وأي توابل أنت بتحب تحطيها حطيها وحطيت عليها الكباية نص كباية مية بس كده نص استوى ستويته لأنه من مية اللحم رح يستوي بين الجلد واللحمة حطيت الحشوة عادي عبيها لأنه عندك مجال هو نص استوى فمش هتخافي إنه ما يستويش ببدأ أحطي كويس ممكن تسكريها بالنكشات الخشبية أو سبيها أنا ما خفتش سبتها مفتوحة بهاد الفترة حميت الفرن وهنا بديت إنه يعني كل الفخد عبيه من الحشوة عند الدبوس منطقة الدبوس كمان عبي كتير يعني حلوة الحشوة لذيذة بتكون تماما تأكدت إنها من كل الجهات انتلت وهي كمان عند الدبوس هلأ جبت صنية مفرودة وحطت طبقة ورق سولوفان وبعدين ورق الزبدة وورق الزبدة هان بيساعد على النضوج حطيت ورق غار عود إرفة لومة شرايح بصل تحت فئ القاعدة وبعدين حطيت هلأ الفخدات محشيين ممكن بتحبي رز تحطي اعمل نفس الطريقة بس بالرز حطيتهم وهي كمان حطيت ورقتين غار وقرن فلفل ناشف على الوجه وجبت كمان ورقة زبدة سهلة كتير يا جماعة ما بتغلب وبديت أسكرها تسكير آمن وكويس محكم عشان تزيل كأنه كفولة وحطيت كمان طبقة سولوفان على الوجه وسكرتها كويس كويس الفرن على درجة حرارة 220 حطيته حتقعد معاك ساعتين ونصف لثلاث ساعات قلبت كبيتين رز حطيت عليهم توابل الرز مع مرأة عليها صلصة وعليها توابل كبسة أو توابل الرز بحب أحط ماء الكادي معلقة من ماء الكادي أو ماء الورد عليها بطرف المعلقة لون الزعفران ولما استوى الرز حطيت على الوجه هيك حطوط جبت الفحمة وحطيتها على ورقة سولوفان وحطيت عليها شوية سمنة وغطيتها دوغر عشان يعت ريحة ريحة الفحم أو المندي هايها بعد تقريبا أخذت ساعتين ونصف معايا لثلاث ساعة إذا كانت تذكر رح تاخد معك وقت النار ما تكون الشي حامية كتير خليها متوسطة زي أنتوا باللوز بشرايح الرومي البقدونس الزبيب إيش ما بتحبي زيني هشوفوا الرز كيف عامل من اللون هيك عامل ألوان يعني تحسي كده عامل لونين كتير ريحة ماء الكاد كتير حلوة بتقدم معها السلطاء الخضرة الجرجير الزيتون المخللات شوفوا ما أحلاها مستوية ودايبة دوا باللحمة والريحة كتير كتير حلوة بأتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها واعتمد على نفسك في عزماتك وفي أطباقك ما تخفيش كل إشي سهل وبسيط بس اتقني المأدير والتزمي فيها والخطوات وما تخافي كل إشي حلو بتعمليه في البيت بيكون مشهي وطيب وأحلى وأوفر لإليك إذا عجبكم الفيديو تنسوش تضوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك اعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر